عايز اتكلم ان شاء الله النهاردة عن اربع مواضيع. النهاردة في الجزء بتاع اللي انا عايز اكلمك فيه وهي باقي موضوع الميديكال. انت مفروض في الميديكال. تكون مذاكر تكون مذاكر الديابيتس. تكون مذاكر دول مفيش فوم هزار. طيب. الجزء بتاع فوميتنج. قلنا برضو ان هو من الاجزاء المهمة. اللي الى حد ما الناس بتسيبو. الثايرويد. ملوش اي تلاتين لازمة. خالص. عندي بس جزء صغير وهو جزء مهم جدا جدا جدا. النهاردة. هتكلم النهاردة عن الانيميا. وهتكلم النهاردة عن 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 وهتكلم النهاردة عن عن البرونكيا الازمة. طيب. بامانة. برضو الموضوع بتاعت النهاردة. انا عندي تركات بس كده اللي انا محتاجة اركز فيها. يعني الكلام ده مش هيجي لك سؤال ريتن. مش هيقعد يرغي معاك في الريتن في الموضوع ده خالص. خالص. ما تتوقعش دول بتوع الريتن. دول بتوع دول اللي هيجي فيهم اسئلة ريتن. وهيبدأ يسألك. هنا انا عايز اركز على كام نقطة مهمة جدا 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 فيهم اللي انا هحتاجها ككلينيكا سواء انت دكتور نسا او مش دكتور نسا. لان انت عارف ان انت شغال في اي تخصص. وبعدين جات لك حالة انت بتابع معاك انت دكتور باطنة والحالة دي انامك. او الحالة دي عندها يوتي اي وحامل. ده مش بطلب منك انك تبقى نسا او لا. او حتى قريبك في البيت. فانا النهاردة هتكلم على كزا كزا تركة مهمة جدا. مهمة جدا ممكن تجي في الامسي كيو او مهمة تجي في الامسي كيو. النقطة التانية ممكن لازم انك تبقى عارفها عشان خطر ترد على الاسئلة. طيب. ولكن ما فيش بالنسبة لي ما فيش الموضوع مش هتلاقي انه هو او انا محتاج احفظ بوينت وحفظ زي بقية المنهج زي ما كنت بتكلم. انا ده شاطرتي لازم اكون عارف ايه اللي محتاج حفظ زي اسمي ايه اللي محتاج لا اقولك ما تسيبش نقطة وايه اللي لا انا محتاج ان انا اعارف ومركز على ايه. المعلومة القريبة السهلة دي اللي هتثبت اكتر. طيب. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم باول موضوع وهو موضوع الانيميا. وبداية الكلام خالص الانيميا لازم اكون عارف بالنسبالي ايه الكات اوف بتاعي. يعني امتى هقولي البيشنت والله انتي انيمك. انتي عندك انيميا. امتى هقولي الست اللي قدامي. لا احنا ما عندناش انيميا. والانيميا لو تفتكر انا مش هتكلم هنا على كات اوف بتاعت الناس اللي نام برجند. ناشر و13 والكلام ده لا لا خالص. لان انا عارف ان طبيعي نورمالي هيحصل استيت اوفيسيولوجيكا الانيميا. يعني الطبيعي ان الحمل بيزيد معايا الفوليوم اكسبانشن للبلازمة على حساب الاربيسيز. فطبيعي هيبقى فيه عندي طيب اوفيسيولوجيكا الانيميا. الفكرة عندي هنا ان الدي او عرفيت للانيميا هي ان الهيموجلوبين ليفل اقل من 11 الهيموجلوبين ليفل تقال من 3 ونص مليون. ولو تفتكر ولو تفتكر ان احنا اخذنا قبل كده ارقام كتيرة للانيميا اكوردنج للوقت. يعني انا في الفيرس ترايميستر ولا انا لا ده انا عديت بعد كده في السكند ترايميستر ولما دخلت في السكند ترايميستر قلت لك لا ممكن اقول ان انا عاستعمل كات اوف اهل شوية عشرة ونص. لا ممكن اوصل لعشرة كمان بعد الولادة على طول الناس دي جيت النزيف اللي ستة تنزيفه في الولادة عشان كده او الارقام اللي انا هبدأ ابني عليها اذا كانت الحالة دي عندها انيميا او لأ هتختلف اكوردنج للتايم بتاع البريجمنز ولكن اوفر اول لو جالي في الامتحان وقال لي ايه تعريف الانيميا او جالي في الامتحان سؤال في الاورال وقال لي قل لي ايه انت اقول عن الحالة اللي قدامي انيمك اوفر اول لو الاربيسيز كونت اقل من تلاتة ونص مليون الهيموجلوبين اقل من حداشر لان هيبقى سواء كانت الاربيسيز قليلة او الهيموجلوبين قليل هيبقى فيه ديفشنت في الوتو كارينج كبستي وبالتالي الدم مش هيقدر يشيل اكسوجين طيب يبقى انا التعريف ده مهم جدا ان اكون مذاكره او مهم اتنين مشهورة لا ده رقم ايه خمسين في المية ده يعني رقم قليل قوي لا يا حبيبي ده ده الكمونست الكمونست ميديكال ديس اوردر في البريجنسي وعايز اقول لك ان دي اشهر يمسك يو عندنا في النسا اشهر يمسك يو عندنا في النسا بيعود يخيرك يقول لك يا ايه اشهر ايه ميديكال ديس اوردر يعود يقول لك الهايبرتنشن لا الهارد لا الديابيتس لا اشهر ميديكال ديس اوردر اشهر ميديكال ديس اوردر موجود عندنا عموما موجود عندنا في النسا الا وهو الانيميا لان انا عندي اصلا الطبيعي فالطبيعي ان ده موجود لأ ده ده اشهر 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 ميديكال ديس اوردر معي طيب زي ما اخذنا قبل كده في اي ميديكال ديس اوردر لما كنت بقول لك على طول ان اي ميديكال ديس اوردر هادرسه محتاج اعرف العلاقة ومن حاجة ايه محتاج اعرف تأثير محتاج اعرف تأثير المرض على الحمل وتأثير الحمل على المرض طيب هنبدأ بايه الاول هنبدأ الاول بمنتهى البساطة خالص في الانيميا بتأثير البريجنانسي على الانيميا يعني الحمل بيعمل ايه في الانيميا قول انتو كلام سهل جدا اه والله الحمل هي اجريفيت الانيميا يعني لو واحدة اصلا انيميك هتزيد في الانيميا لو واحدة ما عندهاش اصلا انيميا هتزيد في الانيميا هيجيلها انيميا طب ليه علشان الحمل بيعمل حاجته الحمل بيزيد فيه زي ما قلنا البلازما فوليوم بيبدأ البلازما فوليوم تزيد على حساب الاربسيز اكتر من الاربسيز فيحصل هيمو دايليوشن في السيولوجيكال انيميا مشهورة جدا اتنين ان انا عندي معادتش ام بس ده انا عندي ام معايل بيزيد الفيتال يوتاليزاشن لكل الكمبوننت لكل السابترييسز لكل السابستانس اللي انا محتاجة ابني بها هيمو جلوبي زي مثلا الحديث فتلاقي ان الست عندها ديبلشن اللي ستور ده حصل وبالتالي دخلت في اناميا يبقى الحمل بيعمل حاجتين الحمل بيخفف ويستهلك يخفف ايه بيخفف الاربسيز طب ليه علشان الخاطر بيزيد البلازما فوليوم طب الحمل ايه كمان بيبدأ يعمل ديوتاليزاشن بيستهلك السابستريت اللي انا محتاج ابني بيها هيمو جلوب طيب الانيميا بتعمل ايه علحمل والله بالنسبة لي عل الام وعالعيل عل الام انت عارف ده كلام بقى بطنة والنهاردة الحمد لله مست الكلام ان اغلبه بطن انت تلاقيك عارفه قبل كده الست اللي عندها انيميا بتلاقيها عاملت زي طبعا من قشر الحاجتها ابطانة خالص بيبقى عندها همدانة الى حد ما مش قادرة تعمل حاجة تلاقيه طول يوم نايم طيب ده هل ده على المترنال افكتي يهمني لأ معنى بقولك ده كلام بطن ومال ايه اللي يهمني مجرد ان اقولك الحالة دي انيمك على طول ينور في دماغك وتقول لي اه بصت برطة ميمرتش نزيف ما بعد الولادة ودي من الحاجات المرعبة ودي من الحاجات المرعبة ليه قلتلك ان انا محتاج علشان خاطر اوقف الدم اللي نازل من النيوترس ان نعمل يوتراين كونتراكشن طيب اليوتراين كونتراكشن مين يحتاجها طاقة والطاقة دي جاية عن طريق اكسوجين اللي جاية عن طريق الدم فالحالات الانيمك مفيش عندها طاقة مفيش ايتي بيه فتخش في بصت برطة ميمرتش علشان كده تفتكر القاعدة دي اوعى اوعى تولد حالة سواء كان طبيعي او كيساري انامك حالة دي هتبرطن منك وهتخش بصت برطة ميمرتش تلاقي نفسك داخل حالة بتولدها ستة سبعة الحالة دي هتخش منك في بصت برطة ميمرتش وممكن تموت تموت عشان خاطر حاجة كوريكتابل لتا كنت ترزاق حكسين دم هتفوق يبقى لا وانا عايز اركز على مهمة جدا افتكر البصت برطة ميمرتش والبير برالسيبسز والولادة اللي بدري البريتر مليبر زي ما اتكلمنا مبارح عن البريتر طيب العيل لا يا بشا كل حاجة هتحصل العيل وحش والله اقولت لك ان اي حاجة هتعمل ايو جي ار هتعمل ايو اف دي ممكن الوقت ده يبقى الايرن بتاعه قليل طبعا سمول فورجستشن الاج وانت قديم قلت لك يعني ان حجمه او ان هو صغير مقارنة ب اللي عمر بتاعه زي ما اقوى شرحت لك حوار السنتايل قلت لك انا بشوف وزن العيل قدي ايه مقارنة بعمره يعني هو مفروض الوقت 30 اسبوع اه يبقى المفروض العيل ده عملي مثلا حوالي ولياكل 3 كيلو 2 كيلو مثلا موجود طيب لو لقيته اقل كيلو ونص يبقى ده سمول فورجستشن الاج طب لو لقيته خمسة كيلو يبقى ده لارج فورجستشن الاج الطبيعي ان انا اكون في الزن اللي في النص دي خلاص طيب يبقى ده اقوى النقطة عندي وهي نقطة سهلة جدا 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 يبقى انا خدت ايه من الاول اولا اتكلمنا عن الانيميا قلتلك ان الانيميا عبارة عن الاربيسيز كونتنت اقل من كام اقل من 3 ونص مليون طيب اتنين قلتلك والله ان الهيموجلوبين كونتنت اقل من كام اقل من 11 جرام بير ديسي ليتر ثلاثة قلتلك طيب مشهور اه اكتر من 50% لان ده عندي المست كومن ده اشهر ميليكال دوس اردر اربعة الافكت قلتلك لازم تذكرلي الافكت بتاع الانيميا على البرجنانسي والافكت بتاع البرجنانسي على الانيميا لما اقولك الافكت بتاع البرجنانسي على الانيميا تقول لي تزودها انا اعايز الكلمة اللي تنور في دماغك ما تعدش الدش وخلاص تزودها ازاي علشان خاطر هيحصل وعلشان خاطر هيحصل طب بالنسبة الانيميا تعمل ايه في البرجنانسي هتقول لي والله الانيميا على البرجنانسي انت عارف بالنسبة للام او بالنسبة للعيل الام ما تنساش حوار مع كلام بتاع البطن اللي انت فاكره والعيل ممكن يموت ممكن يكوش في الى اخره. خلاص? طيب. تعال نقرأ الكلام ده مع بعض. يبقى اول نقطة اي تعريف الانيميا قلنا ان اقل من تلاتة ونص مليون او اللي مجلوب نقلنا من حداشر والارقام دي بقولك على حسب الوقت بتاع الحملة كمان ممكن تتغير. اتنين الانسدنس. قالك والله خمسين في المية. تلاتة بتاع على الانيميا. طب ليه? علشان خاطر. اتنين. اللي محتاجة تبني الهيموجلوبين. وبالتالي يبقى الموضوع عن ده بالنسبة لها. مور 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 دايليوشن ومور يوتاليزيشن. وده يعمل لي اكتر. طب ايه تأثير الانيميا على الحمل? والله تأثير الانيميا على الحمل. شونا ده هو الكلام بطنة كده على الام. ولسوف انرجيو فاتيج. يحصل لها تاكيكارديا وبلبتيشن. كاردياك اوبوت تبتح يحاول ان هو يزيد عشان يعمل لحد ما يفالير. ويبدأ يحصل يعني ده ببقى اول في الاول وبعد كده يرجع يقل. ولكن من اشهر الحاجات طبعا اللي بتحصل وهو البريتيرم ليبر والبيربرالسيفسيز. واكتب زائب بوست بارتام همرج عشان تجيب اتي بيه انا ما عندش النقطة دي. بالنسبة اللي عايل طبعا زي ما قلت لك يحصل عشان عشان. مش عايزة تجاوب بطنة بقى. اللي كان يقول لك انا بشوف الامي سي فيه. والامي سي فيه بتاعي كان تقريبا من تمانين لحد مية. اللي هو واللي كنت بشوف به هو كانت عبارة عن مايكروسيتيك انيميا ولا نورموسيتيك انيميا ولا ماكروسيتيك انيميا. وده انت احسى مني فيه اصلا. كلام سهل بقى جدا. طيب يعني انا كنت بشتغل بالامي سي بيه ده عشان اعرف نوع الانيميا. هنا برضو عايز اكلمك شوية عن اشهر الانواع. يعني انا الطبيعي عندي المين كورباسكولار فوليوم ده كان ده كلام يعني لازم تكون عارفه عشان كيف حاول افكرك بيه. كان المين كورباسكولار فوليوم عبارة عن من تمانين لمية تقريبا حوالي تسعين. اقل من تمانين كان بيعمل لي مايكروسيتيك انيميا. والاشهر والاهم اللي يلزمني للحامل في المايكروسيتيك يا استي هي 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 هيцо هي ايت يبقى يبقى في المايكروسيتيك انيميا المين بتاعي اقل من تمانين والاشهر هي 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 نyes يبقى أنا ست جتل بيابص ببسطي اول ببصة ببص عن هيموجلوب لقيته مسلا تسعة اهل من حداشر اعمل لي عشرة يبقى الحالة دي انيميك تاني بصة تروح تبصيلي عالامي سي في اوه لقيت الامي سي في بتاعي ستين لقيته سبعين لقيته تنين وسبعين اه ده مايكرو سيتيك وده بالنسبالي اشهر نوع والاير ديفيشنس انيميا وده المست كومن عندنا في الحمل ليه قلتلك لان بيحصل ديبليشن للستورز بسبب العيل اللي موجود طيب الماكرو سيتيك انيميا على النقيد التاني اللي كان اكتر من 100 اكتر من 120 ده الميجالوبلاستيك انيميا والميجالوبلاستيك انيميا لو تفتكر كانت بسبب الفوليك اسيد ديفيشنسي او فيتامين بيتولف ديفيشنسي وبامانة مش هتشوفها كتير في الحمل اشمعناه انا برضو لازم اكون زكي مش هشوفها كتير لان احنا عندنا بقى خلاص منداتوري العيانين بياخدوا فوليك اسيد يعني انا بالنسبالي العيانين اللي بدلهم فوليك اسيد اصلا بالنسبالي مجوارد ان اتعرف ان اه حامل او ساعات قبل الحمل زي ما اتفقنا عشان حوار النيورال تيوب ديفيكتو الكلام ده فاندرا ما هتلاقي ايه واحدة في ميكرو سيتيك انيميا وما الايه السكندو كومنستوكوزو في انيميا وما الفعلا تاني سبب او تاني اشهر سبب الانيميا ممكن نلاقيه موجود هو ايه والله السكندو كومنستوكوزو بالنسبالنا هو النورموسيتيك انيميا ليه علشان الهيموليتك انيميا علشان الهيموراجيك اي حاجة بتعمل هيموراج هتعمل لي نوروستوك نورموكريوميك اناميا خلاص طيب وطبعا احنا بالنسبالنا اصلا ما الحمل هو عبارة عن ايه حمله عبارة عن هيموراج يعني خلاص لو بدأ يحصل لو بدأ يحصل ده بالنسبالي هيعمل لي نوروستوك اناميا وده الجزء اللي شرحه لكن ده بالنسبالي عشان خاطر يركز في الامسي كيو الاشهر في المايكروستوك اناميا قلنا اللي اقل من تمانين الامي سي في بتاعي هلاقي عندي ايرن ديفيشنس اناميا وش ازا كومنست اناميا في وده مهم جدا اتنين الماكروستوك اناميا نادر وما هتلاقيها تلاتة النورموسيتيك اناميا مع الهيموراجك اناميا ده السكندو كومنستوكوزو اناميا ليه الايرن ديفيشنس اناميا الاشهر قلت لك علشان خاطر اللي بيحصل ليه الهيموراجك اناميا هيسكن دو مستوكوون لا ده انت اللي تقول بقى حالات الانتي بارتام يومورج زي البلاسينتا بريفيا والبلسينتا الابرابشن حالات اللي بيحصل فيها ابورشن اكتوبك فيزيكولار مول كل الحالات اللي هيحصل فيها بليدنج على العيانة العيانة الهيموجلوبين بتاعها يقع وهتيجي تبص ان انا عندي الهيموراجك اناميا هتبقى بالنسبة لي نورمو سيتيك نورمو كروميك يعني قيمة الامي سي في بتاعتي عدد من تمانين لمية وطبعا برضو احنا مش بتكلم على كلام مجرد انا بقولك انا عايزك تعرف الكلام لك يا دكتور موضوع ده مش هيبقى بس فصيل الدم وخلاص او او تحليل دم وخلاص لا برضو ما هو فيه هستوري يعني انا دايما هيبقى معايا زكي هيبقى فيه عندي هستوري ان البيشنت اللي كان عليها فانا فهمت ان عملتلي الجزء ده بامانة لحد دلوقتي السؤال المهم اللي ما جاليش لسه ما جاليش وبامانة السؤال الاهم في الانيميا والسؤال اللي ما ينفعش تبقى داخل امتحان من غيره والسؤال اللي ما ينفعش ان انت تحلي امسك يوم من غير ما تبقى عارفه وبره خالص الامتحان الحاجة اللي انت لازم تكون عارفها نفسك التعويض في حالة الانيميا فيش فهزار انت جات لك واحدة انيميا انيمك عندها ايرن ديفيشنسي انيميا امتى هتدي لها حديد اورل امتى هتدي لها بارينترال وامتى هتدي لها دم ده السؤال بتاع الانيميا ولو مش عايز تذاكر حاجة يا عم الحاجة في الانيميا تذاكر لي السؤال ده بس فهزار ده ما فيش فهزار طيب لحد ما نوصل له احنا بنقرأ الكلام مع بعض وقتلقي ان الكلام اغلب وانت ان شاء الله عارفه الايرن ديفيشنسي انيميا والايرن ديفيشنسي انيميا ممكن اكلمك عنه كده كنتين قبل ما نقرأ مع بعض كلام برضو كلام بطنة خالص كلام بطنة بمنتهى البسطة خالص الايرن ديفيشنسي انيميا وقلتلك من قبل ما وصل له هوا السؤال المهم هو ازاي اعمل تريتمينت الحالة دي طيب بداية الكلام خالص ومنتهى البساطة هو عبارة عن الانيميا اللي بتحصل بسبب ان الارن بيقل الارن ستورز بيقل وده بالنسبة الكمونست ليه الكمونست علشان خاطر ده حاجة فيسيولوجية اني كان عندي بتاعتي كان فيها اربع جزيئات ايرن مسلا ده كانت مكافية الام بس رحت انت جبتلي عيل والعيل هو كمان عايز حديد فالعيل اللي عايز حديد ده هو كمان هيبدأ ياخد الحديد من ممتو وبالتالي يحصل لها بالنسبة لها طيب فاكر لستنبا لما انا كنت اقول لك الاسباب بتاعت الحديد تقول لي والله انتهبل ده الاسباب كتعبتة جدا 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 مش محتاجة اصلا مذاكر يا اما سبب يا اما هي ما كانتش بتاخد حديد كويس يا اما مشكلة لو حتى لو خدت حديد مشكلة في الابزوربشن هو ما بيحصل لش امتصاص يا اما انكريز الريكوارمنت هي بتاخد كويس وبيحصل له امتصاص ولكن احتياجاتها اكتر ودي اللي مشهورة عندنا في الحمل يا اما هي بتاخد كويس وبيحصل له ابزوربشن كويس والريكوارمنت كويسة ولكن في عندي لص في عندي فقط بس هي كانت قصة كده حكاية ابتداء من الانتيك وصولا الى الابزوربشن وصولا الى الريكوارمنت وللاحتياجات اللي مفروضة ان انا محتاج فيها الحديد وصولا الى ان يحصل لص دول الاربع اسباب سكيمة تعرف تمشيهم في اي نوع من انواع الانيميا في اي نوع من انواع الديفشن في اي حاجة انيميا فيتامينز اي حاجة اقول لك والله الانتيك قليل او الابزوربشن اللي فيه مشكلة او الريكوارمنت اللي كتيرة او اللص اللي فيه كتير يبقى اتنين كانوا بيبقوا قليلين واتنين بيبقوا زيادة وعندنا في الحمل الفكرة كلها في زيادة المتطلبات زيادة الريكوارمنت طيب تكريز الانتيك هل بيحصل عندنا في حالة الحمل ما انت دكتور نيسا بقى قال لك اه طبعا اه طبعا ليه يا باشا الحالة بقى عندها فزي ما كنا بنتكلم في الاول في في عندها في عندها في عندها في عندها كريفنج الاكل غريب ما بتاكلش كويس بترجع كتير وبالتالي قصلا اكلاهم اتنين هل ممكن يحصل مشكلة في الابزوربشن اه ولكن بيني وبينك دي مش بتاعتنا احنا في الحمل يعني ان يحصل لها دكريز ابزوربشن ممكن هي اصلا يبقى مسلا عندها مشكلة في معدتها بتاخد انتسد زي كتيره ما انا لو تفتكر انا محتاج فيتامين سي علشان خاطر اعمل ابزوربشن الحديد هي بتاخد انتسد عندها مشكلة في الجاستريك جاستريك اسيدي بتاعتها مشكلة هي بتشرب شي كتير عشان الفوسفيت والفايتيت اللي كان بتكسر الحديد هي عندها اصلا مال ابزوربشن سندروم في عندها برازيتك انفستيشن عمالة تاكل يبقى انا بالنسبالي مشكلة مش بتاعتي يا راجل مشهورة جدا مشهورة جدا عندنا في الحمل وانكريز الركويرمنت دي تبنلك بقى اكتر امتى كمان تبنلك اكتر في التوائم تلاقي البيت اللي مخلفها توائم دي انميتها رهيبة تلاقيها مشهورة اكتر في المال تبارة كل شوية اللي هي كانت معاها خمستاشر عيل تقول لك عشان العيل يسلم اخوي يلبسوا نفس القدوم ياخدوا نفس كتاب سلاح يتلميز مع بعضه يروحوا نفس المدارس يشتغلوا بنفس المدرسين فتلاقي ان العيال كلها اونس بيز ليه يحصل بتاعت الحديد وفي نفس الوقت الستورز دي كانت بيه ما بعرفش ان انا عوضة يبقى بمنتهى البساطة خالص بكلمك عن قلت لك بتاعت الكلام كده من الاول قلت لك التعريف هو من اشهر الانواع ان الحديد كان قليل اتنين قلت لك ده بالنسبة لنا هو اشهر نوع انيميا تلاتة الاسباب قلت لك لعب اللعبة بتاعتنا المتاعة المربع يا اما كان قليل يا اما كان قليل يا اما كانت كتيرة يا اما كانت كتيرة وصولا الى جزء اللي بعده وهو ان ايه هو الميتابوليزم بتاع الحديد والله الميتابوليزم بتاع الحديد برضه ده كلام بتاع بطنا وانت هتلاقيك برضو عارفوا احسن مني ولكن افكرك كده ان انا كنت مثلا في الطبيعي باكل تقريبا حوالي خمستاشر جرام ايرن او خمستاشر ده كتلاقوي خمستاشر ده كان الطبيعي اللي انا باكله بيحصل لهم بيحصل منهم ابزوربشن حقيقي من الانتستن تقريبا حوالي واحد ميلي جرام وكان انا الابزوربشن اصلا بيحصل في الحالة اللي كان اسمها في وجود الفيتامين سي خلاص وكان عندي اي حاجة تأثر على الفيتامين سي هتبوز الابزوربشن الخمستاشر جرام الدي لريكويرمنت دول زي ما قلتلك بيوصل منهم واحد بس ميلي جرام الحمل لا يا باشا انا بيحتاج اب تو اب تو الف ميلي جرام بيحتاج تقريبا جرام كامل بيحتاج الف ميلي جرام محتاجه علشان خاطر اقدر ان انا اكون اللي انا محتاجه البلاسينتا للعي لنفسه علشان خاطر البلاد سيلز اللي انا عايز اعواضها نتيجة انها قلد عشان خاطر احتياجات العين نفسه وبالتالي انا ببقى محتاج ان انا اعواضها وتقريبا تقريبا التعويض ده بيبقى على حساب الدوز اللي انا بديها فتقريبا هي بتبقى محتاج شوف لو الوحدة الطبيعية محتاجة واحد جرام الامينتا الايرن تاخده في اليوم لا تقريبا دي بتبقى محتاجة ستين ميلي جرام الامينتا الايرن في اليوم بتبقى تقريبا محتاجة ستين ضعف الجرعة اللي محتاجة الحديد اللي انا محتاج قديه طيب وعليه طبعا الجزء ده اراية بس كده يعني اراية بس كده زي ما هنقرر الوقتي مع بعض وعليه هتعرف تقولي البت اللي كان عندها انيميا هتعرفها ازاي لأ نبتلك بقى كلام بتاع كلام بتاع ايام زمان تلاقيه طبعا تايما انت عبانة عندها ايزي فيديكابيليتي كل شوية عندها بقى حاسة كده ان الدنيا مش متزبطة بيل طبعا تبص كده على اللبسي بتاعي تبص على البالم بتاع الهند بتاعي طبعا برضو بتلاقيه عندها برضو الى حد ما اناروكزيا ونوزيا وفومتينج سبب ونتيجة بتلاقيه برضو عندها بدأ يظهر تقولك ان حاسة بضربات قلبي بسبب التاكيكورديا القلبي بيحاول ان هو يكمبانسيت وفي الاخر يحصل ممكن تخش في هيرت فيلير طبعا بتلاقيها ومصدعة وعلى فكرة الصداع من الحاجات الصداع المستمر اللي مستبعد عن يعني طالما انا استبعدت مثلا ان ما فيش عندها ميجرين ما فيش عندها مفيش عندها مشكلة معينة ممكن بس يبقى الانيميا هي اللي بتعمل لها الهدك وبالنسبة لي في طبعا بعمل بلاقي عندي كان نورمل لان انا ما مغيرتش فيه وممروء الى حد ما شغال طبعا بلاقي زي ما اتفقنا ان هو قليل اللي هي السيرم ايرن قليل السيرم في الريتين قليل كان فيه حاجة اسمها الشيال اللي هو مش لاقي حديد يشيله التوتال ايرن بايندين كابستي ده اللي كان بيبقى عالي و الانفستيكيشنز دي كلها بتاعت بطنة بتاعت ايام زي ما نفش فيها اي حاجة خالص مميزة خلاص طيب تعال نقرأ الكلام ده مع بعض برضو عشان لو معلومة مهمة عايزين نركز فيه زي ما اتفقنا قلنا ان اهم جزء عندنا هو الايرن ديفيشنسي انيميا ويمكن هو النوع الوحيد اللي احنا هندرسه بالتفصيل وهي الانيميا اللي بتحصل بسبب الديفيشنسي في الايرن ستورس وان ده اشهر نوع انيميا لان ده مرتبط اكتر بالديبليشن اللي بيحصل وان سببه ديكريس في الانتيك مشكلة في الابزوربشن او ديكريس في اللوص وقلنا ان الانتيك هي اصلا عندها مورنينج سيكنس وفوميتنج وبالتالي اكتر عرض مشاكل الابزوربشن دي غالبا مش بتاعتنا يلا لو بتشوف شوية شاي قهوة شوية هي عندها مشكلة في الجستريك اسيدتي وقلتلك طيب طبعا لو عندها برزاية ولا حاجة وما الابزوربشن سندروم اللي بيحصل في حالات التوائم او المال تبارة بس مش اي مال تبارة الحامل اللي كله ورا بعضه ثم الكورونيك كيمرج اللي ان بيقل او بيحصل ديكريس في اللوص بيبدأ يحصل لص اكتر طيب انا زي ما قلتلك قبل كده الموضوع ده انا مش عايز بصن انا مش عايزك تقعد خالص خالص انا عايزك تقعد فكرة عامة او مش عايزك يسألك يقولك قل لي الاسباب ده كلام اهبل هو لما يجي سؤال زي ما اتفقنا السؤال اللي هحفظه بالورقة والقلم هو السؤال بتاع العلاج انما غير كده ارى الجرايك زي ما احنا بنعرف بس تبقى انت عارف عموما اه ايه الاسباب بليست الحامل بتخش في انيميا مش عارف ايه جزء الميتابوليزم زي ما قلتلك قبل كده ده بتعبطنا ان الطبيعي الديلي دايت الاكل نفسه بيبقى تقريبا فيه من اربعتشر لخمستاشر ميلي جرام ايرن بس بيحصل منه ابزوربشن عن طريق الاكل تقريبا واحد جرام وبيبقى في صورة الفرس استيت وفي وجود الفيتامين سي انا في الحمل بيوصل لالف ميلي جرام علشان خاطر بقى هو مقسمهم لك وبرد قراءة بس مش اكتر من كده بقعوز مية وسبعين ميلي جرام لا عشان خاطر الايرن لس اللي بيحصل ربعمية وخمسين عشان بتاع السيلز اللي بيحصل على حساب البلازمة بيتين وسبعين عشان العين نفسه تسعين عشان فأوفر اول انا بدل ما كنت محتاج واحد لا ده انا بقيت محتاج اكتر من كده ابتو ستين ميلي جرام ستين جرع اكتر انا لما اجا شخص قلتلك بالكلانيكالبكتشر ده كلام بتاع بطنة في العموم بتلاقي ان الست دي عندها ازي فتجابلتي وفينتينج بتلاقي ان فيه جاسترو انتستاينل استوماتايتس واناروكزيا ونوزيا بتلاقي كارديو فاسكولر بتلاقي فيه بتبدأ بتحصلها واناروكزيا دايما مصدعها وعندها مشكلة في الكنسنتريشن بالانفستيجيشنز بتاعتي بعمل لها سي بي سي هلاقي ان الهيموجلوب الوليل هلاقي ان الارتكولوستيك طبعا نورمل لان الهيموجلوب البوم مارو بتاعه بيطلع كويس مفيش فيه مشكلة بلاقي ان البليتلت مفيش فيها مشكلة خالص ماهوش له كيميا ولا حاجة بعد الشر كبلاد كيمستري هلاقي ان السيروم ايرن قليل والفيرتين قليل والتوتل ايرن باين انكابستي الشيال مش تيها حاجة يشيلها فكتير وده بالنسبة لي التلت حاجات دول هما الاساس في وجود هل الستات الحوامل انا بسيبها كده لأ طبعا الستات الحوامل ماينفعش انها تتسب كده علشان كده الستات الحوامل بالنسبة لنا لها ايرن سبلومنتيشن وده من اهم الادوار وبين هنا ابدأ اركز بقى معي لو سمحت من اقول ما اتكلم من الوقت يبدأ اركز بقى بالراح اه اللي فات قلتلك رأي الجرائد وكل حاجة لا من الوقت يبدأ اركز طيب ازاي بنمنع في حالة الحمل اولا في شوية معينين في بالنسبة لي مهمين جدا اخد بالي منه يعني لازم يبقى فيه عندي لازم يبقى الحمل عندي يبقى متباعد عن بعضه اقول لها لو سمحت لازم نسيب فترة بين الحمل والحمل سنتين ثلاثة علشان تلحق تملأ وعلشان خاطر ما يحصل لهاش ديبليشن زي ما اتفقنا طب لو عندها سبب الانيميا موجود قبل الحمل عندها مثلا جاستريك أسيديتي عالية عندها مثلا جاستريك ألصر عندها براستيك انفستيشن تعالج طبعا تاكل كويس وتقول لها ان الاكل ده زي وزي الضو بالزبط بلاش بقى حوار المرآعة بتاعت لا نفسي غم على الأكل مش قادرة مش عارف ايه وبنبدأ ايرن سبليمنتيشن واحنا ايرن سبليمنتيشن من اهم الحاجات اللي بنبدأ نشتغل عليها بعد الستاشر اسبوع تقريبا تقريبا ببدأ بعد ما يعدي تقريبا اول تلات اربعة شهور من الحمل وما بنحبش قبل كده ليه عشان في الفترة بتاعة ما بحبش بخاف من وبخاف من بتاع بلاس ان انا برضه في اول تلات شهور مش محتاجه قد كده لان بيبقى لسه ستيل اللي ببدأ البلد فوليوم يزيد في الاخر في السكند ترايمستر على تمانية وعشرين اتنين وثلاثين اسبوع الى اخره فانا في الاول خالص لا الى حد ما مش محتاج يعني ان انا يبقى عندي يبقى كل الستات الحوامل هتمشي على ايرن روتين لازم امت بعد الستاشر اسبوع طيب اه الدوس بتاعتي بقى الدوس بتاعتي مهمة جدا هي ستين لتمانين ملي جرام اerن ستين لتمانين ملي جرام يوصلوا للجسم شوف انا كنت بقولك بيوصل واحد ملي جرام هيوصل ستين لتمانين مرة ستين لتمانين تاخدهم في اي صورة من دول بنحب اول فراء ده يعني ممكن تاخدهم في صورة الفرس سلفيت تلتمية او هتقول لي التلتمية دول هيوصل منهم تمانين اه يوصل منهم تمانين بقى بعد 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 مش عارف ايه انا عادي اخري عايزة يوصل تمانين صافي دي الصور اللي انا ممكن ادي فيها الحديد ميتين ميلي جرام في مريت الخمسمية وخمسين فرس جولوكونات بنحب احنا قوي الفرس سلفيت ده خلاص? وانا بديها ايرن يبقى ده المين? ركز ركز ده مش علاج ده او عندك واحدة في البيت حامل عندك واحدة قريبتك حامل عندك واحدة عارفة حامل ومتاخدش ايرن لازم تاخد ايرن تكفيب لها ايرن بالجرعة دي ومعددش شركات الادوية برضو لما تيجي بعد كده تنزل بقى وتتفرج على السوق معددش شركات الادوية بتنزل ايرن اللي واحده معددش في حاجة اسمها حبوب حديد لوحدة ايام زي منك اه في رساكو بتاع لا وقت بيبقى الايرن متضاف معها حاجة بيبقى متضاف معها غالبا فيتامين سي علشان خاطر يزبط الحديد وبقى متضاف معها كمان ساعات فوليك اسد ساعات كمان بقى متضاف معها فوليك اسد عشان يزبط الهبوبويس ومن الحاجات الحلوة اللي بنكتبها فرافيرو بتاع اسمه فرافيرو جميل فرافيرو ده في حديد في فيتامين سي في مالتي فيتامين موجود فبتغنيها ليه لان انت برضو بتحط في دماغك يعني هي مسلا مش مرض مش مرضية قلب عشان امشيها بخمستاشر ستاشر نحبوب لا انا كفاية علي قوي لو قلت لها الحباية دي فيها واحد اتنين تلاتة اربعة هتبقى بالنسبة لي احسن يعني حد يقول لي طب دكتور طب ما انا اديها حديد اليمينة البس وديها معا كمان مسلا اه فيتامين سي قراص فوار وديها معا اه فيتامين بيتناشر مش عارف اقول لك لا لا ملاش لازم ملاش لازم انت بتحاول على قد ما تقدر انك تقلل على البيشنت مش تكتر عليه يعني تحاول بقدر الامكان ان هي ما يبقاش عندها ايه كزا حباية محتاجة اخدها في اليوم لا ده ننسيت دي ما ننسيتش لا ايه لو حاجة واحدة توفر علي طيب ما هو دورنا في العلاج ولو سمحت تركز معي وبقول لك ده اهم حاجة والله ابتولني ده اهم حاجة فمحاضرة النهاردة عمومة تركز بقى معي العلاج التريتمينت لحالة عندها ايه رديفشنسي بص العلاج بتاعها عوض تعويض وفيه صور من صور التعويض مهمة جدا عندي الصورة الاولانية الصورة التانية الصورة التالتة يعني انا الحالة دي يا ام هتدي لها حبوب حديد حبوب يا ام هتدي لها حقن اللي هي الانابيب اللي تلاقي لنا مغمق شوية دي يا ام هتدي لها انقلها دم طيب تركز بقى معي بالراحة كده حاول تركز كده بالراحة اختيار الوسيلة اللي عوض بها الحديد ده فن مفيش فيزار ده مهم جدا 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 اعرف هتدي الحديد بالصورة الفلانية للبيشنسي طيب انا لو سألتك توقع هتدي ده المين وهتدي ده المين وهتدي ده المين انت ممكن يجي في خيالك كزا نقطة بمعنى كلام البطنة على راسي يعني اه انا هتدي الكلام بتاع الاورال ده للعينين اللي هي مجربين بتاحهم الى حد بما قليل بس مش قليل قوي ومنفعة ديه بس انت عارف ان دايما الحبوب الحديد دي بتعمل كونستيبيشن لو بتقلب المعدة فلو الست مش مستحملها ادي لها بارينترال ايرن والبارينترال ايرن جميل وكل حاجة ولكن مشكلته انه ممكن بيعمل انافلاكسز وبيعمل وبين في مكان الانجيكشن مرعب بيعمل وجع رهيب فممكن نلجأ للدم بس الدم بالنسبة لي له برضو مشاكل الرياكشن ومش عارف ايه عندنا في النسا دكتور النسا اللي بيفهم بيعمل ايه اكورد انجليت توقيت ودي نقطة مهمة جدا انا عايز الهيموجلوب بتاعي يرفع في خلال قد ايه بمعنى ايه يعني لو انا عندي الهيموجلوب بتاعها ستة انا عايزه يوصل ل 11 طيب الحالة دي لو اوليه مجلوب بتاعها ستة لسه في الفرس ترايمستر ولا في السكند ترايمستر خلاص امشي براحتي اعليه براحتي اشتغل شوية بارينترال شوية احبوب يعد لشهر اتنين تلاتة يرفع براحة طب لو الحالة دي ستة وعايز ارفعه في خلال شهر بالزبط لا انا لازم اشتغل بارينترال طب ستة ودخل امقربة على الولادة عايزة تولي ببكرة بعده على طول لان انا عايزة لحقها لأ اشتغل بكياس الدم يبقى تعويض او نوع التعويض اللي عوض بيه الدم لحالة الانيميا يختلف باختلاف التوقيت يختلف باختلاف انت عايز البت دي اللي مجلوب بتاعها حيتزبط في خلال قد ايه وده زي بقولك الفن بتاعي طيب تعال اتكلم عن نوع نوع وانت بص يا سي يبقى انا مطلوب مني حاجتين هطلوب مني نقطتين نقطة الاولانية اهم حاجة هقولك المشاكل وقبل المشاكل بتاع كل نوع وده اللي عايزك تحفظها زي اسمك هحط لك كل واحدة في البوكس الازرق ده محتاجك تعرف ده بيعوض الهموجلوب في قد ايه لان ده الجزء المهم بالنسبة لي في النسخ وده اللي هتتسأل فيه طيب والله الاورال اولا بتبدأ تاخد حبوب الحديد طب بتاخد جرعة تقدي ايه تريبل تريبل البروفلاكتك دوز يعني البروفلاكتك دوز لو انت بتاخد تلتمية هتاخد تسعمية وهكذا خلاص كلمة البروفلاكتك يعني اللي في الاول التأمينية انا هنا بتكلم عن جرعة ترابيوتك بتبقى تريبل البروفلاكتك دوز طب بتصلح قدي ايه بتصلح واحد كرام هيموجلوب كل شهر اللي بقولك عليه كل شهر تصلح للجرام بس هيموجلوب بس اه بس يبقى لو الحالة الهموجلوب بتاحها سبعة وانا عايزه احداشر يتصلح في قد ايه شهر يبقى تمانية شهر يبقى تزعة شهر يبقى عجرة شهر يبقى احداشر معك اربع شهور عما توصل للرقم اللي انت عايزه يبقى انت هلجأ للأورال لو انا ماشي براحتي خالص ففيش عندي اي مشكلة خالص طيب ايه مشكلة الحبوب الأورال انت عارف بتعمل جستريك ابس بتقلب المعدة شوية هتلاقي ان الحالة تبدأ تخش عندك في كونستيبيشن بتخش عندك في داركستول تخش عندك في بلاكستول الى اخر طيب البارينترال ايرن البارينترال ايرن ده بيبقى عبارة عن كل جرام هيموجلوب بيبدأ يزيد عن طريق 250 ميلي جرام الى مينترال ايرن يعني كل ده الجرعة يعني كل 200 وخمسين ميلي جرام ايرن يعني انبول على حسب بقى الانبول قد ايه وهفرق اعكم انبول في الملح ومش عارف ايه ده بالنسبالي يرفع لي واحد جرام ده كجرعة يبقى كل ربع جرام يرفع لي واحد جرام كل ربع جرام يرفع لي واحد جرام انما هناك ماشي بيرفع قد ايه يعني يصلح لي ايموجلوب في خلال قد ايه تمانية من عشرة جرام كل اسبوع شوف هنا يعني اعتبر ايه واحد هنا كان بيرفع جرام في الشهر هنا يرفع جرام في الاسبوع يبقى ده احسن يبقى ده يعوض لو على وقت اطول ولكن ولكن مشكلته لو انت اديته اي ام بين فل بغباء وانت مش متخيل ببين بتاعه عامل ازاي طبعا 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 لو لو افورت بيعمل الهيموسيدروزيس اكيميليشن للايرن يروح بقى في الاسكن يروح في الليفر مش عارف ايه والرعب بالنسبالي انافلاكسز ودي الرسالة اللي عايزك تطلع بها النهاردة ولو مش هتفتكرني بكلمة افتكر الكلمة دي والنبي ما تنساها الحديد اعطاقه في المنزل محرم ممنوع 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 تخلي حالة تاخد حديد في البيت الناس يعلمونا يقولك ان نقل الدم ونقل الحديد is a minor surgery كأنها عمليين فتعمل عمليها لحد في البيت لأ ليه الانافلاكسز بتاعته بنت كلبه مرعبة 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 وانبريديكتابول يعني ممكن حالة تبقى خديد حديد ميت مرة وتخش انافلاكسز في المنزل الواحد الحالة دي لازم تبقى في مستشفى تاخد حديد ومشكلة ان احنا بنستسهل تقوم من كي انت مكسل اه هتلا امبولين ثلاثة حديد وعلقهم لا في البيت بتموت والله 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 اعرف ده كتر مستقبلها كله راح عشان خاطر امبولين حديد او عشان خاطر امبولين ايه كيس دم ممنوع ممنوع دي الجبه عندك في عيادتك بنمشي عندنا في العيادات بقاعدة الخمسة في خمسة في خمسة خمسة امبولات وابدأ لمدة خمس دقايق على ريت خمس نقط ووقف وابدأ اشوف احصل مفلاكسز ولا لا اه وابدأ ازود على ربع ساعة تاخد معاي الكيس كده بالراحة تاخده في ساعتين تلاتة اربعة خمسة بمزاجي انما انت غابة اقول لها اخودي كده المحلول في الدم على انتاخد اصلي المحلول على طول في البيت ممكن تصرع المحلول تبقى مصيبة ممكن تخش بقى نافلاكسز وتموت طيب اركز تاني على المعلوم يبقى الاورال بتاعة خط ريبل بروفلاكتك دوز الاورال بيكتر واحد جرامي مجلوبا في الشهر مشاكله حبة مشكلة في الجستريك ابسط درك بلاك ستول ولازم تعرفها على بلاك ستول عشان ما تتخضش الى اخره اتنين وعلى فكرة برضو لو واحدة عندها مشكلة في الابزوربشن عندها مالابزوربشن سندروم عندها مش عارف ايه يبقى بالنسبة لي مش عارف تاخد الاورال بل جاء الابرنترول الانابيب بتاعة الحديد بفرق احها نحطها في صالين وابدأ او كريستالويت سليوشن عموما بانفيوجن او دي اي ام بيصلح جرام هو 8 من 10 جرام بس عشان سهل ارقام على نفس الجرام في الاسبوع اه حلو جميل بس بيعمل بين اوستيز في السايتوف انجيكشن بيعمل هيمسودروزس بيعمل انافلاكسز وده مصيبة طب الدم او البلد لأ ده بقى يا باشا هلجأ لي في حالات اللي انا مستعجل لو كان البيشن تا عندها سيفير انيميا والجاستيشن الاتج اقتر من 35 اسبوع ده انا بتكلم على 3 اربعة اسبوع وهتولد عايز رابد كوريكشن يبقى لا بسرعة 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 اين لدم تاني يبقى ايه الانديكيشن كل الحالات اللي عندي اكتر من 35 اسبوع لأ انا ممكن دي ساعتها محتاج رابد كوريكشن فلو سمحت الجاء لحالة نهو الى اكياس الدم وتبقى عارف ان كل كل يونت اوف بلد كل كيس دم بيرفع الهيمجلوب النص جرام ولازم تقول لعيانة كده يعني برضو في عيانين بيبقى عندهم تاخد كيس الدم يبقى انيميتها سبعة تقولك انا ااخد كيس الدم بقى 11 لا ازاي ساحر لا يا باشا هو كل كيس دم يرفع لي بس نص جرام هيمجلوب يعني لو هي عايزة ترفع اتنين تلاتة جرام يبقى هتعوزها اربع ست كيس واكذا وطبعا انا الدم عندي اوبشن من اتنين يا اما هول بلد وده انا ما بحبوش لان انا مش عايزة اعد انا مش عايزة ادي لها بلازمة ولا ار بي سيز ولا اي بي سيز ولا نيل انا مش عايز اعد لان هي اصلا عندها بلازمة كتير اصلا عندها انا عايز ادي لها طالما المشكلة موجودة في الاربسيز فدي لها فدايما لو قال لك في الامسي كيو لقى الاربسيز الاربسيز المنفصل الوحدة احسن مليون 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 مر خلاص ده زي ما قلت لك الجزء المهم جدا الى اقصى درجة في الانيمي يبقى بمنطقة البساطة لو انا عايز اركز بقى تاني اهو اقرأ معاك العلاج كده بالراحة العلاج هزي ما قلت لك اول حاجة خالص انا هركز على نقطة تيدي دوزي وصلح في قد ايه الاورال ايرنثيرابي جميل بيتاخد تريبل البروفلاكتك دوز العلاج ده بيرفع الهموغلوبين واحد جرام كل شهر ودي النقطة اللي اعايز يبقى انا مش هدي اورال غير لحالة لو انا لسه هتعوضها على وقت كبير بيعمل جاستريك افسد بيعمل كونستيبيشن بيعمل دارك ستول وبلاك ستول اتنين البارينترا الايرن طيب ده عن طريق اني بدي 250 ميلي جرام المينترا ايرن لكل جرام هيموغلوبين تحت النوربل طيب بيرفع قد ايه 8 من 10 جرام في الاسبوع او تقريبا سهلها على نفسك 1 جرام برويك بس مشكلته لو اتاخد اي ام بيعمل بينوستيز لو زاد هيعمل هيموستروزيس وانافلاكسيز وبالله عليك يكتب كده دكتور زياد بيقول عملية ما تنقلش الدم غير في البيت ما ينفعش تنقله في البيت ما تنقلهش غير في مستشفى 3 البلد ترانسفيوجن وده عبارة عن سيفير انيميا تستيشن الاتجاكتر من 35 اسبوع كل يونت هترفع نص جرام وده ممكن البيباك ده او هول بلد ترانسفيوجن وده احاول اعالج بها المشكلة والباك ده احسن طبعا عشان خاطر الفوليوم اوفر لود بكده موضوع الانيميا خلص خليك زاكي خليك زاكي ما تقعدش تحفظ في كلامها بل المهمة عندي جدا التعويض البروفلاكسيز الاسباب سهلة انت عارفتها وان ده اشهر سبب ممكن يحصل طيب الموضوع التاني وهو موضوع الرينال واليوتي اي ديزيز دورينج بريجنسي وبرضو الموضوع ده من الموضوعات المهمة جدا 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 لانك عارف ان طبيعي وفيسيولوجيكالي العيانة دي عندها مشاكل في كلية زي ما قلنا في عندي ستيزيز موجود في عندي ديلاتيشن في الكوليكتينج سيستم وبالتالي نتيجة لكده غالبا بنسبة كبيرة جدا الحالة دي عندها غالبا عندها مشاكل موجودة في الكولية بتاعتها وبالتالي هيحصل بس مشاكل اليوتي اي اللي هتحصل في الحمل انا بخاف عنها عن الستة العادية يعني الستة العادية لو جالها يوتي اي مش مشكلة انما الحامل لا انا بترعب عشان كده دي اهمية الموضوع اللي معايا النهاردة وهنا النصيحة التانية اوعى تسيب حالة عندها يوتي اي من غير ما تعالجها اوعى تسيب حالة عندها يوتي اي من غير ما تاخد اكشن اوعى تسيب حالة عندها يوتي اي من غير ما تعرف هنعمل فيها ايه دي مفيش فيها زار تاني اوعى تسيب حالة يوتي اي من غير ما تكون متعالجة من غير ما تكون عارف انت هتم معها ايه طيب اولا اليوتي اي او اليوريني ريتراكت انفكشن هو سبكترم من الدزيز هو كزا حاجة بيبدأ الاول بالاسمتوماتيك بكتريوريا اللي اخدناها قبل كده ان البيش انت مفيش عندها مشكلة هي تحاليلها من لغبطة ولكن الحالة مفيش عندها سيمتوم او سيمتوماتيك يوتي اي ابتداء من الاكيوت سيستايتس وصولا الى الاكيوت بايلونيفريتس وهنتكلم عن حاجة حاجة الاسمتوماتيك بكتريوريا زي ما اتفقنا الحالة دي التحاليل بتاعتها بايزة ولكن هي كلينيكا اللي مفيش فيها سيمتوم الحاجة التانية ممكن تجيلي بالتهاب في المسانة اللي هي السيستايتس او في الابر في البلبس بتاع الكيدني اللي سميها بايلونيفريتس طبعا الاسباب زي ما اتفقنا عندنا كزا قصة هي بتبدأ من هورمونال وصولا الى ميكانيكا الكمبريشن وان الكيدني بتكبر زي ما اتفقنا وان الفكرة كلها بمنطقة البساطة خالص هي الفيسيولوجيكالي تشينجز اللي بتحصل في الحمل فاكرين كنا بنقول ان فيه تلاتة فيسيولوجيكالي تشينجز مهمين من تحت وفي النص ومن فوق من تحت بتبدأ البلادر تدبر شوية ويحصل فيها دايلاتيشن ومن النص بيحصل دايلاتيشن للكوليكتنج سيستم ومن فوق من الكيدني بيحصل منها هايبيرتروفي وبتلاقي ان أوريدي انا عارف ان الجي افقر بيزيد وعارف ان السيروم كرياتين بيبدأ يقل الديلاتيشن اللي بيحصل دا بيعمل معاه ستيزيس ونتيجة للستيزيس اللي بيحصل دا بيكون معاه ان يقل الحركة بتاعة اليورين ومعاها بتزيد الانستنس ان ممكن يحصل انفكشن وبالمنطوع البسطة خالص طيب اي النقطة التانية او اللي جاية السيزة لان انا عائز اتكلم فيها واكد عليها وايامنا النقطة ان ام改جanka جدا النا المهمة اللي انا محتاج اتركز فيها بوسيها سيدي بوسيها سيدي حالة UTI بخاف منه! حالة UTI سوائك الجاية بأسيمتماتيك بكتريوريا قه Opportunity جاية أو السيستايتس بخاف منه. حالة بيولون كرياتس دي وحالة السيستاييتس او هالتي Stelle will count on الحامل الستة المعرضة اكتر لوجود بسبب التغيرات الفسيولوجية اللي بتحصل السيستم بتاعها كله مرعب طبعاً كايوتي اي في العموم بيتزيد مع الاج بتزيد مع الوصشية ايكونوميك اسطاندر مع السيكشوال اكتيفتي عشان لو في سيكشوال ترانسيميتو ديزيز موجودة بتزيد اكتر مع البال تبارة بتزيد اكتر لو في الانتريتد باثوجينيسس لو كان عندها ستول موجودة لو كان عندها حاجة موجودة واحنا مش عارفين نحلها طيب هنبدأ بقى زي ما قلتلك بالزبط بتلاقي في الطبيعي كده عند الست الكليا بتاعتها بدأت تكبر بتلاقي ان البلدر بتاعتها بتكبر الكلكتينج سيستم كله بيكبر الكاليسز نفسها بتكبر ووفر اول بيحصل عندها ضيلاتيشن رهيب بيبقى مع استيزيز اليورين ومعاه بيتزيد الانستنس اوف انفكشن هنبدأ بقى نمسك واحدة واحدة مرض مرض اقول لك ايه المهم فيه ايه اللي محتاج فيه تركيز اولا الاسمتوماتيك باكتريوريا والاسمتوماتيك باكتريوريا زي ما اتفقنا هي عبارة عن ان البيشنت عندها مشكلة في اكتر من 100 الف في كولوني فورمينج يونت في عندها 100 الف انفكشناية موجودة ولكن وذاوت سيمتومز من غير اعراض طيب قاعدة عندي في الطب دايما بتقول نو سيمتوم اكوى نو تريتمينت ازاي بقا قاعدة انت غيرتها للوقتي هقولك لا اصل العيانة دي حامل ماينفعش تقولي نو سيمتوم نيتريتن تلاقي يا باش لا في سيمتوم موفيش سيمتوم طالما لقيت ان في عندي اسمتوماتيك باكتريوريا العيانة دي لازم 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 تتعالج العيانة دي لازم 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 تتعالج موفيش فيها ظهر في اكتر من 100 الف كولوني فورمينج يونت في الميديسترين من غير سيمتوم الانسدنس اتنين لسبعة في المية طبعا اليورين كوليكشن زي ما اتفقنا قلنا انا عندي احسن كوليكشن بعمله هو الميديسترين كوليكشن يعني ايه يعني اقول لها في حبة يورين كده ينزله في الاول مش عايزهم خالص بينظفوا المكان اللي في النص دول اللي عايزهم واللي فوق مش مهم فيه اجيبها عن طريق الاسطرة وان كان ده بالنسبة لي صعب شوية فيه اجيبها عن طريق السوبرابيوبك وان كان السوبرابيوبك برضو صعب او رخم شوية لان انا ده بالنسبالي حاجة من الحاجات الانفيزيف انا اخش بابرة كده اسحاب منها يورين فانا بالنسبالي بخاف برضو ان انا اعمل كده خلاص طيب نكمل ونركز ونقول قلنا الكمبليكيشن ممكن يبقى ماترنل ممكن يبقى فيتل والماترنل تجي لي بقى كيوت سيستايتس ببيلونيفريتس بهايبرتنشن بابورشن ببريترم لابر ممكن تجي لي بايو جي ار وانترايترين فيتل ديس لان الانفيكشن ما بيرحامش الانفيكشن ما بيرحامش والمضاد دحاوي بالنسبالي هو النيتروفيرنتوين ساحر ساحر وبردو بتبقى عندي رسبونسف للاموكزيسيلن او الامبسيلن او الى اخره ولا تنسى ان الارجانيزم اللي بيعمل لي المشكلة دي هو الاي كولاي سبب الاورجانيزم هو الاي كولاي يبقى القاسم تباتك بيكتورييرا دي مش اول مرة تسمح ان تسمعتها مني قبل كده لما قلت لك ان فيه عندي مئة الف كولاي نيفورمنج يونت بتبقى من 2-7% بحب اخد اليورن كونيكشن ميد ستريم وفيه طرق تانية كنت ساعتها ساعتها حكيت لك قلت لك ممكن اعمل سوبرا بيبك اسبايريشن او قسطرة والمضاد الحيوي بتاعي هو النيتروفيرانتون اوفو تشويس الاكيوت سيستايتس من الحاجات اللي مش ظريفة الاكيوت سيستايتس من الحاجات اللي مش ظريفة ان التهاب بتاعي بدل مكان على قد بس على قد بس ان هو حاجة تطلع في التحليل لا دلبيشن اتجيلي بسيمتوم حرقان في البول ديسيوريا تقول لك يا دكتور والله ايه عندي تقل رهيب وانا بخش الحمام حاسة ان فيه حرقان رهيب حاسة ان فيه ارجنسي بخش الحمام كتير وفريكونسي ومش ملحقة نفسي ممكن تلصل لهيماتوريا الحالة دي اسمها اكيوت سيستايتس بيبقى فيه بكتريوريا موجودة ووز سيمتوم وده اللي بيفرقها عن الحالة اللي قبلها لو انت جيت تقرأ السيمتوم بتاعت السيستايتس التهاب اللي موجود في المسانة والسيمتوم اللي موجود فوق في الرينا الكاليسز او الرينا البلوز البايلونيفراتس هتليمشها بعض جدا ولكن هناك فرق اساسي ما بين الاتنين الحالة اللي عندها سيستايتس ما بتسخنش الحالة اللي عندها سيستايتس ما بتسخنش الحالة اللي عندها بايلونيفراتس دي اللي بتسخن الحالة اللي عندها بايلونيفراتس بيبقى عندها لوينبين يبقى عندها واجع في جنبها وطالما انا وصلت ان في فيفر اكوال بايلونيفرايتس يبقى مهمة جدا علشان الكيس بتاعتي نو فيفر طالما ما سخنيتش يبقى الموضوع كله على قد المسانة بس سيستايتس وبرضو العلاج نفس الفكرة نايتروفرانتوين وهي باقيت الانتيبيوات كتب تشتغل معي البايلونيفرايتس بمنطقة البساطة وصلت للرينا البلفس ووصلت للكيدني وده يبقى زي ما اتفقنا للأورجانيزم اي كولاي غالبا غالبا جاي السيندنج من عند اليومن ممكن يبقى طالع للنفاتيك او ماشى عن طريق الدم ولكن الاساس بالنسبالي لا تنسى الفيفر قد تصل الى الريجور من كتر السخنية تقعد تراش انفريكوانت مكتيوريشان موجود تلاقي فيه عندي لوين بين جنبها بيوجه يبقى شفت السيمتوم ده هاي الفرق مهودسيوريا والاكنجبين والواجع اللي موجود ده كله موجود ولكن بيبقى كل الجزء ده عبارة عن وجوده ممكن هقول ان هل ده بالنسبالي عبارة عن سيستايتس ولا فكرت قلت لقى ده مصيبة اكبر من كده تبايله نفريتس اللي يفرق للسخنية خلاص طبعا تبايله نفريتس زي ما اتفقنا ممكن تجي ممكن تيجي لإنفاتيك ممكن تيجي طبعا ممكن تعمل مشاكل كتير ممكن تقلب كورونيك ممكن تقلب ممكن يحصل ممكن يحصل بالنسبالي كل ده بالنسبالي ممكن يحصل ممكن يحصل افورشن ممكن يحصل بريتر ميليفر ممكن يحصل عندي مشاكل كتير بسبب ان الانفكشن زي ما عدى ورحل الكيلية هيعدي يروح لأي حاجة تانية بعرفها طبعا عن طريق الباصيلز عرفها طبعا عن طريق كالشا روسين ستيفتي عرفها عن طريق الالترا ساوند عرفها عن طريق الأشعة بتاعة الانترا فينس بايولو جرام لان انا بصور الكيلية وصور الكوليكتينج سيستم العلاج هنا بيبقى العلاج بالنسبالي رخم شوية بحالة مستشفى وانسن الحالة جاتلي ببيلونفريتز دي حالة مستشفى ما تنفعش تبقى في البيت الحالة دي بتبدأ تمشي بأنتبيوتك بتبدأ عندي تشتغل بتدي مضادة حاول حد ما المزرعة تطلع لك تطلع لك ولو في سبب على الجهولي زي مثلا لو كانت اليوريسرا مقفولة اليوريتر في مشكلة لو كان في عندي محتاج حصوة ولا حاجة متشالة أو عايزة تتشال كل ده بالنسبالي من الحاجات المهمة جدا طب انا هتقول لي بقى هزاكر ايه في اللي انت قلته ده هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تزاكر تبقى عارف ان اليوتي اي من الحاجات المهمة والمرعبة عندي في الحمل اتنين حاجة من تلاتة ركز كده بالراحة يبقى ركز عشان الكيسز وانا بزاكر اه زاكر افهم افهم موضوع امر ازاي والله انا عندي اليوتي اي هفكر في حاجة من تلاتة مهمين اول حاجة خالص اسمتوماتيك باكتيريوريا اتنين ممكن يبقى السيستايتس تلاتة ممكن يبقى بايلو نفريتس طيب الاسمتوماتيك باكتيريوريا عرفتها منين هيقول لك في الكيس الحالة مفيش فيها ولكنها عملت في البوكينج فيزت لقيتها اكتر من 100000 الحالة دي هسميها خاف اه ولكن ممكن تتعالج في البيشنت عادي خالص في الاوت بيشنت عادي خالص وتاخد نايترو فيرونتوين مضادة هاوي وكان اشهر ارجانيزم اي كولاي اتنين قالك الحالة بتشتكي من عندي من سيستايتس قالك بتشتكي من ديسيوريا قالك بتشتكي من فريكوانسي قالك بتشتكي من ارجنسي اوعى تقف على كده دور هل هناك فيفر ام لا لو مفيش فيفر الحالة دي سيستايتس وعلاجها عادي خالص برضو نايترو فيرونتوين ام بسلن اموكزوسين طيب قالك لا الحالة تطورت وجيالي فيفر وفيها رايجور وفيها لوين بين طالما قالك فيفر لايجور لوين بين هذه الحالة بدون هزار ما هي الا بايلونيفريتس مصيبة مصيبة علاجها عندي يتطلب الهوزبيتالايزيشن دي حالة مستشفى وحالة المستشفى دي لازم تاخد بالك منها بابدأ حاجة محترمة بعديها ابدأ اقلل لحد ما شوف المزرعها تطلع لي انهي مضاد دحاوي تذكر زي ما هنتكلم كده ما تقعدش تمسكلي الكلام واحد اتنين تلاتة اربعة لا خالص بالراحة خالص وتفهم بالراحة كل حاجة جاية منين بالراحة تفهم انا لما تجيلي الكسي اجاوب ازاي الحالة هي دي زريفة اواي اواي السيستيميك سيمتومز اللي هتجي تشتكيلي من علاجها مضاد دحاوي ببدأ وزي ما اتفقنا انا ببدأ او هلاقيها هتجي تشتكيلي طبعا طبعا ممكن يبقى جاي عن طريق من تحت ascending جاي من ascending يعني جاي من عند بلدر وانت طالع او جاي من البلد او جاي عن طريق هماتوجنس اللينفاتي كمان خلاص تمام الموضوع السهلة جدا والبسيطة واللي مش محتاجة تمام طيب بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع التالت سهل جدا وهو الفينس سرومبو امبوليزم الحالات الحامل عارفين ان عندها hypercoagulable state hypercoagulable state عارفين ان كلوتنج فاكتور كلها بتزيد معادة 11 و13 عارفين الفايبرينجين كونتينت بيزيد عارفين ان بيحصل انهيبشن للفايبرينوليتك سيستم لحد هنا ما فيش مشكلة لما اوصل لمرحلة ان الحالة تكون جلطات يبقى دي مشكلة طيب عارفين ان الحالة الحامل بيبقى عندها معدل تكوين الجلطات 12 مرة اكتر من السلطة العادية طيب بداية بداية خالص هو ايه الرسك فاكتور ايه الرسك فاكتور عموما عموما لتكوين الجلطات وعلاقتها بالحمل بص اولا برضو كلامنا مش هيجي لك في سؤال مباشر ولكن انا عندي هنا المانج من تو هو المهم ولاذا ما بقفاه شميعنا الست بتاعتنا عندها جلطات اكتر طبعا طبعا من اشهر الحاجات اللي بالنسبة مرعبة مع الحمل كمان الستات الدخيلة الستات اللي عمرها كبير لكتر من 35 سنة الستات اللي خلفت قبل كده كتير برا تلاتة وانت طالع كل الحاجات دي بالنسبة لي عندها مشكلة وريسك فاكتور كبير ان هي ممكن تخش عندي في طبعا مفروض خلصت اللعبة فهمت ايه كل الكلام اللي عندنا فهمت لو جالها قبل كده معنا كده ان عندها وده اللي كبر لي وعمل اللي قلتلك ما تنساش ما تنساش لو عندها اي لو كان عندها اي مشكلة ممكن تسبب لي ان يزيد تكون الجلطات طيب كاوبستاترك انت برضو تعرف تقول طبعا الملتبول بريجنانسي طبعا السيزيريان سكشن طبعا البركلامسيا طبعا العيال اللي بتموت العيال بريتيرم كل ده بالنسبة لي ريسك فاكتور لان انا ما عرفش السبب فممكن يكون سببها تكون الجلطات وبالتالي يبقى قريلي اللي تكون الجلطات كان سبب وهو اصلا كوزم الاول يعني هو السبب اللي عمل بريتيرم فانا لما شفت البريتيرم عرفت اه يبقى هي ممكن يكون عندها طيب العيال اللي بتموت كل ده بالنسبة لي ممكن يحصل انا وجود الجلطات بيبقى موجود على هؤية تلاقي ممكن يجي لها جلطة في رجلها تحب الرجل الشمال بسيش نلقي خاطر الاناتومي بتاعنا اللي عما زي ما اخذت في الفاسكولر آآ آآ بتجي لك طبعا بانها بتبقى الى حد ما رجلها دي هوت وورم تندر ممكن تلاقي فيها موجودة بخاف من العينين دول وده اللي بيرعبني من البلمونرا امبوليزم بسي تبتقوم من عندك من العمليات زي الفل تخش بلمونرا امبوليزم وده بيموت تجي لك بانكزايتي وبالبيتيشن شوية واجع موجود في البلورة وعلشان كده انا بخاف على العينين بتوعي ده الجزء الخاص بي بخاف على العينين دول لازم اقولهم لو سمحتوا عودوا تحركوا كتير لو سمحتوا شربوا مية كتير لو سمحتوا بلاش النومة كتير في السرير لان بخاف عليها من الفينوس سرومبو امبوليزم انها تعمل لي بالمونرا امبوليزم دوري دوري ان انا اعمل السيسمينت للريسك فاكتور دوري ان انا اكون مزبط الرسك فاكتور بتاعي يعني العينة دي تخينة اقول لها خسي العينة دي ماترنا بتاعها كبير اقول لها لا ملناش حمل العينة دي عندها مشكلة في الدم عندها مثلا سرومبوفيليا ولا حاجة اعمل لها سموكينج سموكر اقول لها اوقفي لسموك العينة دي تولي القايصاري كتير اقول لها لا لا عايزين نبطل العينة دي عندها عينة في بطنان نشوف السبب ايه العينة دي عندها بريكلامسيا حاول اقليل الضغط كل ده بالنسبالي كبريفينشن محترم طب لو عينة انا عارف ان عندها رسك فاكتور هيمتولوجيكال وانا مش عارف اوقفه بابدأ مشيها على اللي هو الكليكسان مشهور قاوت لها العينين ماشيين عليه اما مشيها على اسبرين بلو دوس بيحاول انه هو يمنع للجلطات طيب طبعا الكليكسان ده بالنسبالي العينين اللي ماشي عليه برضو شوية كلام مهم كده بتوقفه قبل العملية باربعة وعشرين ساعة يعني قبل الولادة باربعة وعشرين ساعة بنحب نوقف الكليكسان ده لاني ببقى خايف ان الدكتور التخديم مشاردة ينايمها لك. وجود هيماتومة موجودة وجود حاجة موجودة الدم هيطلع. ممكن وهو وابح النسبينل يتكون هيماتومة وتعمل له مشاكل بعد كده. فبالنسبالنا العينين اللي هنا احنا بنوقف لهم الكليكسان يوم قبل العملية. تمام? الاسبرين لا بيقف قبلها بشهر. هو مفروض يقف برضو قبلها بفترة اسبوع ولا حاجة. بس عشانها ببقى خايف ان هادخش في ولادة على طول والافيكت بتاعه بقى برلونجت شوي. خلاص? برضو انت فاكر معلومة تانية لما كنت قلتها لك ودي معلومة مهمة جدا وهو في العينين بتاع الكاردياك اللي مثلا كانوا مغيرين صمام وخايف من تكون الجلطات كنت ببشيهم على اله او اتش ريجمن. في الفيرس ترايمستر بمشيهم على هيبرين وقال لهم لكليرويت هيبرين لان الورفرين او الورال انتكواجلنت از تيراتوجينيك. فما ينفعش يتاخد في الفيرس ترايمستر. في السكند ترايمستر بمشيها على وارفرين او اورال انتكواجلنت دراج. وكتب ممشيها على او ارفرين او اورال انتكواجلنت علشان خاطر. بالنسبة لنا بابقى ده عندي بيعملي بتبقى مش عايزة تشكش كتير. فاجه في السكند ترايمستر خلاص بعد ما معديت منحلة الورجانوجينيسيز ممكن امشيها على اورال. اه لو هي مش عايزة تشكشك بقى وقرفت من الشكشك دي. في السيرد ترايمستر برجحها تاني لهبارين. في السيرد ترايمستر بابدأ ارجحها تاني لهبارين. خلاص. وبرجحها الهبارين. ما بنحبش في السيرد ترايمستر علشان خاطر هو بيبقى لونج اكتنج وبالتالي ممكن يعمل انتراكرينيا الهيمرج العيل. يبقى انا ما بحبش قدي اورال انتكواجلنت لا في التاني لا في الاول ولا في التالت. يعشك يا بدي لها هبار. تاني. في الفيرس ترايمستر بتاخد هبارين. ليه؟ عشان خاطر الورفارين. ده بيبقى بالنسبة لتراتوجينيك. في السكند ترايمستر وحيزة تاخد وارفارين تاخد. ليه؟ عشان خاطر الورفارين اورال مش هتتشكشك ولا حاجة. في السيرد ترايمستر ترجع تاخد هبارين تاني. ليه؟ لان الورفارين نونجا اكتنج. فيخوفني انه ممكن يعد للعيل ويعمل له انتراكرينيا الهيمرج. ده الفيناس يبقى الفيناس رومبو امبوليزم. ده مشهور بالنسبة لتناشر مرة اكتر في البرجنانت عن النون بريجنانت. الريسك فاكتور هي عبارة عن ريسك فاكتور اللي تكون الجلطات طبيعية وسهلة جدا زي الفيناس رومبوزز زي الباريتي زي الباديماس انديكس الكبير زي السموكينج زي لو كان في عندها اكسسيف او اكسسيف فاريكوز فين موجود زي الفيناتري ديزيز زي الادفانس الاترنال ايج. الوبستاتريك طبعا مالتبول بريجنانسي البريكلامسيا مش هتعرف تتحرك كتير اللي بتحصل كتير الولادة اللي بتطول اي حاجة هتطول الولادة هتعمل عندي مشكلة زي السرومبوزز وطبعا الساينز والسيمتومز بتاعتها حظك يعني لو جاتلك في دي في تي في الليفتليج ولا حاجة تلاقي وتحس ان هي بتبقى شوية وفيها وصولا الى مرعبة اللي تعمل لي امنحها ازاي نمنع وعالجها بالنسبة لي الجزء المهم عندي هو الى حد ما طبعا الجزء اللي تحت ده مش مهم مش عايزك يعني تصعب الموضوع على نفسك ولكن انا بيكلمك عن الرجمن اللي انا همشي عليه العيانة ازاي بعد الولادة كمان لان انا عندي طبعا بعد الولادة هي برضو مرحلة مش معنى انها ولدت خلاص لا انا عندي الحالة لما هتولد اللي هيحصل والبريبيريا من المراحل طبعا اللي برضو ببقى تبقى فبرضو بحاول ان انا اخلي دي على قد ما اقدر ان انا ما ما يحصل بعد الشر او لو كانت في الانترميديات وبص انا عايزك تعرف بس من كل واحدة واحدة كده وانت هتفهمهم اصلا لو كانت او لو كانت او لو كانت دي يعني هي ولا اي حاجة خالص انك عملت لها تحليل لقيت عندها كتير خايف ان يحصل لها الجلطات ممكن تاخد عشر ايام بروفلاكسز بس كده آآ لكن لو هي ودي مهمة جدا انا وجدت لك حالة وقالت لك يا دكتور انا كان عندي او عندي دي في تي موجود او عندي ثرومبوزيس آآ بس ولكن مفيش اي مشكلة تانية خالص مفيش عندها ريسك فاكتور مفيش عندها ثرومبوفيليا بالتحليل البريتليب بتاعتها تقريبا كويسة فخلاص تجدي لها بس ست اسابيع لو كان الموضوع زايد ان في عندها ثرومبوزيس مع ثرومبوفيليا آآ موجودة عندها بتاخد حبوب منع الحملة وزي ما هنقول ان حبوب منع الحملة من الحاجات اللي بتزود النسبة دي لو عندها ريكورنت اتكررت قبل كده لا ده انا هكمل ستة اسابيع وانتي نيتل كمان يعني هيبقى قبل الحمل وبعد الحمل لو كانت وصلت بقى ان فيه انتي فوسفولبوتسندروموس قاطات او لو وصلت ان عندها انتي ثرومبين ثري ودي من الامراض المرعبة جدا اللي بتكون جلطات دي محتاجة برضو هتمشيها ستة اسابيع ومحتاجة حد سبيشاليست بتاع دم تروح له وتتابع معاه يعني ملخص الكلام لو ما كانش عندها خالص بس ان التحليل بتاعها مش مريحك هتاخد عشر ايام بوست نيتل اي حاجة تانية هتاخد ستة اسابيع اي حاجة تانية هتاخد سيكس ويكس ولكن في وجود في وجود آآ ريسك فاكتور كبير ممكن احتاج انتي نيتل وبوست نيتل اللي هو الهاي ريسك فاكتور ولكن لو الموضوع اكبر من كده هتريفير لحد بتاع ايه مسالك ايه بحى حد بتاع ايه فاسكولر يبدأ يتابع معاه طبعا البرومكيا الازمة فيش فاقية حال خالص كلام بقى عادي خالص ان البرومكيا الازمة تلاقي ان الحالة طبعا مشكلتي في البرومكيا الازمة لو حالة عندها ازمة وكت في اخر الحمل وزني الكبير في في الثرد بيبقى غزمن عني وبيحصل المشكلة الا وهي ان الى حد ما شوية بلاقي ان الحالة جيالي اه 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 بايلة حد ما اه اه شوية اه اه واجع اه في صدرها نتيجة الوزن الكبير اللي موجود في حاجة كبيرة طبعا على نفسها وهي اصلا مش قادرة تاخد نفسها فالبرومكيا الازمة قالك والله بيبقى هوا عبارة عن المشيلياتور يزيد زي ما انت عارف بيقفقت سبعة في المية من ممكن يزيد شوية بسبب الحمل بالنسبة لنا طولة الحالات ما بتفرقش معها طولة الحالات هتكمل طولة الحالات هيبقى ودي خاصة زي ما قلت لك لو مع الحمل لو كان كبير اه اه بالنسبة لي الازمة بتعمل ايه على الحمل بتعمل كل حاجة زي ما قلت لك الامرات كلها مع بعضها تعمل ترجيع طبعا ممكن تخش في بسبب الضغط ممكن من كترها مش مستحملة تخش في ولادة بدري ممكن تخش في وقلت لك ان كل الحمل ممكن يجريفت كل حاجة زي زي ما اتكلمنا قبل كده على الهايبر امسيس جرافيديروم الثايرويد ستورم الى اخره طبعا برضو العيل ممكن يخش في ايو جي ار وبالنسبة لنا بخاف ان اغلب ادوية الازمة بخاف منها المنتلوكاست والانترليوكلز اه انهيبتورز بخاف منها ان هي تعمل لي كونجينة الانومالي على العيل الموضوع ده ثافة اهم حاجة تركيز لي على الجزء بتاع اهم حاجة تركيز لي على الجزء بتاع كلمتين بتوع اه بدي ايه في والسكند والثيرد كانت كواجولانت كلمتين بتوع ايه المشكلة اللي بتبقى عندي اللي بخاف منها في كل حاجة اه اه شدو حيلكوا دا كاترة والتوفيق يا رب.